وفق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على التمويل الخاص المقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار وتمية لتمويل شراء مئة جرار للركاب وذلك من خلال قرد بقيمة مئة مليون يورو ضمن إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة السكك الحديد وقال وزير النقل هشام عرفات عقب الاجتماع أن هناك زيادة وطلب مكثف على استخدام السكك الحديد نتيجة التطورات الاقتصادية الأخيرة مؤكدا أن وزارة النقل تعمل على تطوير البنية التحتية لمنظومة السكك الحديدية وزيادة الطاقة الخاصة بالجر لنقل البضائع التي تبلغ حاليا 6 ملايين طن بزيادة 2 مليون طن عن العام الماضي